خلينا نروح لأخبارنا المحلية قلنا في الأول في الإنترو كان السادة الرئيس قعد مع دكتور قاشف صبحي بخصوص كأس العلاء من الكرة اليد الدكتور قاشف صبحي النهاردة الصبح اجتمع باللجنة المنظمة عشان طبعا يتابع سير الأعمال وقعد طبعا مع اللجنة المنظمة وقعد مع المهندس هشام حطب مهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد وقعد مع الكابتل حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة وقعد مع الدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي ورؤساء اللجان المعنية ده طبعاً الاجتماع ده كان النهاردة الصبح الاجتماع ده كان لمتابعة الاستعدادات الجارية على كافة المستويات الانشائية والتطورية والتنظيمية والتسوقية خلي بالكم التسوقية دي وحط تحتها ميت خط التسوقية مش بس ان احنا نجيب رعاة لا التسوقية حتى سياحياً لمصر ودي في غاية الاهمية لانه طبعاً اكبر حدث رياضي هيحصل بعد او بحضور جماهير بعد طبعاً جائحة كورونا واخر العمل الخاصة بالصلاة المغطاة وصلاة التدريب للمنتخبات المشاركة الكابتل حسين لبيب طبعاً مدير البطولة استعرض خلال اجتماع الجوانب التنظيمية والمالية الخاصة بطول كاس العالم كواتي الاد والمفروض تتلعب في يناير 2021 وكمان اتنولوا استعراض اللجنة المنظمة للشكل الخاص بحفلي الافتتاح والختام خلي بالكم الافتتاح والختام بيدوا شكل او ما تكتملش البطولة غير بافتتاح جيد وختام جيد زي ما شفنا القرعة لما تعاملت في صفح الاهرامات ابهرت العالم ازاي والحقيقة كان شكل اكثر من رائع تبعته كل وسائل الاعلام العالمية ان شاء الله انا متأكد ان حفل الفتاح وحفل الختام هيكون مفجأة للشعب المصر واكد الدكتور عشف صبح وزير رياضي ضرورة انهاء كافة الاعمال في توقيتها المتحددة بالتنصيق طبعاً مع الهيئة الهندسية لقوات المسلحة